من تكون حتى تغابل الوزير لم تشفع لهم مكانتهم العلمية ولا قداسة التعليم ليتركوا وجها لوجه مع أشد الظروف قساوة نزوح وقطاع مرتباتهم وإهمال من السلطات يفاقم أوضاعهم المعلمون خيبة أخرى تضاف لهذا البلد المنكوب وهم يواجهون مأساة مضاعفة في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يدير المؤسسة التعليمية أحد المتطرفين يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الميليشيا الذي حول المدارس إلى مراكز تعبئة وتثقيف طائفي وحول المدرسين والتربويين إلى عمال من دون أجر أهرب الكثير من المعلمين إلى عدن عاصمتهم المؤقتة حيش مؤسسات الدولة الضامنة والحامية أملا بالحياة الكريمة التي تليق بمعلم وإنسان لكنهم اصطدموا بجدار من اللامبالة وسرعان مرمتهم الأقدار في مخيمات النزوح مع عائلاتهم ومساكن لا يقوون على دفع إيجاراتها قرار رئيس الجمهورية إلى يومنا هذا لم نستلم ونريد مساواتنا بالمحافظات الأخرى زي مارب، زي محافظة عدن، حضرموت كل ملاطق المحارة يستلمون إلا نحن النازحين في هذه المحافظة نحن النازحين اليوم نعاني الأمرين نحن اليوم نعاني من الإيجارات الإيجارة اليوم لا يكفيش حتى الراتب نفسه لا يكفيش أن يكون إيجار لبيت تهدر كرامة المعلمين على أبواب وزارة المالية ومقية مؤسسات الدولة بل وأمام الحاجة التي تكسرهم أمام أطفالهم وأسرهم ولسان حالهم ما الذي يفرق بين سوء عصابة صنعاء الانقلابية وإهمال شرعية عدن قرابة 14 ألف معلم يعبر وضعهم عن سوء الحال الذي وصلت إليه البلاد من قبل مسؤوليها ورجال الدولة القائمين على مؤسساتها كل شيء لا يأتي الراتب إلا حينما نقوم بمظاهرات أو نقوم باحتجاجات نحن نطالب من جزارة التربية والتعليم أن تتق الله في هولاء المدرسين نسيتم أيها الوزراء نسيتم أيها المدراء يا من تجلسون على كراسيكم نسيتم ذلك المعلم الذي كان يعلمكم نسيتم أن هذا المعلم الذي رباكم وعلمكم وأخذ شيئا من جهدي ومن حياتي الآن لما السد ساعدكم وقوية ظهوركم وفتردتم على كراسيكم الدوارة الآن تأخذوا سهامكم وتضربوها على هذا المعلم المسكين يقولون إنه ورغم التوجيهات بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين واستكمال إجراءات صرف مرتباتهم عبر وزارة المالية إلا أنه بعد ثلاث سنوات على المشكلة لا تزال السلطات المعنية غير قادرة على معالجتها أو لا تريد ذلك تاركة المعلمين في حال يشبه حال البلاد التي تعصف بها ميليشيا تدرك ما تفعله ولا ترحم وشرعية لا تدرك ولا ترحم ترجمة نانسي قنقر